وللحديث أكثر عن انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ينضم إلينا مبارك آل عاتل محلل السياسي السعودي عبر الهاتف من الرياض أهلا ومرحبا بك أستاذ مبارك أهلا وسهلا بك بالأخوة والأخوات الأهل في الشقيقة العراق حياك الله قصف صاروخي ليس الأول للحوثي على السعودية يصيب خزانا للوقود في جدة ما هو تفسير إصرار ميليشيا الحوثي استهداف الأهداف المدنية في السعودية بداية نستاذ فيه معطيات جديدة في المنطقة علينا أن نشير إليها مع أقل هذه المعطيات اليوم وجود السفير الإيراني الجديد اللواء حسين أورلي وهو من الحرص التوري انتهاء الانتخابات الأمريكية وانتهامه عرف بتبنيج الأزمات في المنطقة إضافة إلى ذلك هناك تقدم الحوظ ونجاح حققته الجيش الوطني اليمني على تمرد الحوثي في مأرب وفي الجوف وهذه التقدمات الكبيرة التي تزامت مع أنهزام أو على الأقل تأثيرات في صروف تمرد الحوثي أراد التمرد أن يوسع أو على الأقل ينقل المعركة إلى ما زعمها داخل أراضي السعودية في وقت نجد أن إيران اليوم تحاول أن تعيد الملف للتحريك مع قدوم سيد جديد للبيت الأبيض واضح بالفعل أن هذه الميليشيا ليس في واردها أو في وارد عملها السياسية جلس على طاوة المفاوضات في الوقت الذي نجد أن الممتحدة بالفعل مجرد عربة عن قلق ورغم أن المملكة اليوم هي تقدم هي تنفذ قرار الشرعية الدولية وهي تنوب عن مجلس سلام الدولي في تنفيذ قرار 22-16 ومع ذلك لم نسمع من الممتحدة سوى الإدانة ولذلك بات لزاما على التحالف العربي أن يعود من جديد لقطع اليد الإيرانية من الحديدة تحديدا وهو الميناء الأهم الإستراتيجي الذي يتنفس منه التمرد الحوثي حتى الآن هذه ليست المرة الأولى التي تسادف فيها ميليشيا الحوثي قطع النفط في المملكة العربية السعودية برأيكم لماذا قطع النفط تحديدا ولا ننسى طبعا منذ عام استهداف المنشآتين النفطيتين في إبقيق وخريصة السؤال منطقي جدا وخصوصا اليوم أن الدول العالم يعني معتمدة كثيرا في اقتصادياتها على عصب اقتصاد النفط والتمرد الحوثي يريد أن يحقق على الأقل ما يزعم أنه مكاسب ولو كانت إعلامية من خلال لفت أن ظهر العالم عبر ضرب منصات نفط أو أي منشآة نفطية هو يريد بالفعل أن يحقق مكاسب إعلامية فقط وعلى أرض الميدان نجد أن هذا العدوان يعني ولله الحمد كان محدودا جدا في التأثير لستغرق 40 دقيقة تقريبا حتى يتم الانتهام ولذلك بالفعل هو يثير لا أقول فرقعات لكنه يريد لفت الانتباع عبر المنصات الإعلامية لكن على أرض الميدان بالفعل متطلب عمل ميداني قوي جدا ورأينا ردة الفعل من التحالف العربي الليلة الماضية في تدمير مستودعات وخزائن الأسلحة الحوثية شرط صنعاء هناك هجمات منسقة وعمليات عسكرية محدودة ومنفذة ينفذها التحالف العربي نأمل بالفعل أن يعود التحالف العربي بعيدا عن أي مفاوضات سياسية للضرب من حديد من جديد خصوصا أن التمرد الحوثي استغل ما عرف بالهدنة على الحديدة وعاد ليمثل تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر طيب أين تقف إيران من هذه الأجمات في وقت تعاني فيه اقتصاديا من وطأة العقوبات الأمريكية وهذا واضح جدا للمجتمع الدولي أن الأدوات الإيرانية كانت ولازالت متواجدة في كثير من الدول العربية بينها اليمن العناصر الإيرانية متواجدة وهناك عناصر تدربت على أيدي حزب الله في لبنان وهناك عناصر زجة بها من إيران حتى مع بدايات العمليات عصبة الحزم حتى وصول السفير الإيراني اليوم عبر تهريبة عبر أحد الطائرات الممتحدة اليوم أكد بالفعل أن التهريب الإيراني لا يزال متواجد وهذا يتطلب حقيقة من كثير من القوى الدولية أن تخرج من الملف اليمني أو على الأقل تتيح المجال للتحارف العربي بأن يعود من جديد لتمفيذ مهماته في الساحل الغربي وأن يؤمن الملاحة البحرية في باب المنجبة في البحر الأحمر ومن ثم يقطع الشمديان الذي يتم من خلال التهريب وتغلية التمرد عبر ميناء الحديدة أو عبر رأس غيسة أو صليت هل تتوقع ضرب رأس الحرب والمدبر الحقيقي للهجمات المستمرة على قطاع النفط من الولايات المتحدة الأمريكية أم أن الأمر بات مستبعدا بعد قرار الأخيرة سحب القوات التي تحدث عنها وزير الدفاع الأمريكي الجديد المعطيات الواقع حقيقة توحي بأن هناك تحرك جولة أخرى يعني جولة وزير الخارجية مايك بومبيو والتي شملت عدد من الدول العربية ما بين مملكة العربية السودية ولا يزال أعتقد أنه اليوم غادر المنطقة مما يعني أن هناك على الأقل مفاوضات سياسية الأمر الآخر نشر قطع حاملة الطائرات الأمريكية في مضيق هرمز يوحي بأن الرئيس الأمريكي على الأقل إن لم يكن يريد توجيه ضربه فهو يريد أن يقول لإيران أننا هنا في المنطقة لم نخرج إن كان هناك سحب جزء لقوات الأمريكية من العراق أو من سوريا فإن القوة الأمريكية متواجدة في كل مكان وتكون تأكيد أن دول مجلس التعامل خلج تحديد المنطقة العربية السعودية تعمل بالتنسيق مع القوى الدولية والقوى الأقليمية في سبيل تحر الإرهاب سوى في إيران أو في غير من الملاذات الذي يجدها ملاذات آمنة نحن على أعتاب مرحلة جديدة حتى وإن تبقى للرئيس ترامب يعني ستين يوما لكن ربما تكون مفصلية الخيارات يبدو لأنها متاحة أمام البيت البيض ومفتوحة ولم يسبح أي خيار المحلل السياسي السعودي أمبارك آل عاتي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض شكرا جزيلا لك